بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هناخد حالة خاصة من حالات البيلين كابستي افصيل اللي هي تأثير الاكسين ترستي طبعا احنا تعلمنا ان ترزاجي لما طلع المعادلة بتاعته اتكلم على سينتريك لود يعني الحمل ماله الحمل موجود فيه نص القعدة ما تكلمش إن الحمل موجود على طرف القعدة أو الحمل موجود في نص القعدة بس عليه ودي اللي هنتكلم عليها في البارت 12 من شابتر 2 اللي هو البيلين كابستي اف صايل بنقول تأثير الاكسين ترستي In this case we reduce foundation width to P' يعني مش هنشكلم على B ما بقاش فيه هنا B لكن هنا بقت فيه حاجة اسمها B'dash يعني هنقلل مقاس أو عرض الاساس لB'dash وليست B طبعا جيب ازاي البدash بيقول If E is eccentricity of the resultant load measured from the axis of symmetry of the foundation Then an effective foundation width اللي هي البي داش for peering capacity concentration is given by ان البي داش بتساوي B ناقص اتنين E Where B is actual width يعني ايه؟ يعني زي ما انت شايف هنا الحمل المحصلة بتاعته على بعض مسافة اسمها مين E فانت في الحالة دية مش هتشتغل بالB هنشتغل بالB'dash هنشتغل بالB'dash اللي هي بتساوي B ناقص مين اتنين E طب السؤال بقى هو الحمل ازاي يجي هنا هو الحمل مش هنا طبعا هو الحمل موجود في النص ازاي؟ الحمل في النص يبقى ده centric هقولك ما هو الحمل في النص بس عليه moment بالشكل ده طالما المومنت موجود هنا يبقى انا ممكن احوله لمين لقوة بقوة وعزم فيبقى ده يكافئ مين ده طب المسافة اللي انت نقلتها دي ال E دي اجيبها ازاي؟ ال E دي بتساوي ال M على مين على ال B ال E بتساوي ال M على مين على ال B وبالتالي اقدر مدام جبت ال E اقدر اجيبي ال B داش ومن هنا اقدر اعوض فيه المعدل واحد يقول لي طيب الكلام ده لو المومنت ده في اتجاه واحد زي ما انت شايفه لكن ممكن المومنت بتاعي يكون فيه ادي ال B فيه مومنت كده بس فيه مومنت الناحية التانية كده فيه M X و M Y نعمل ايه الكلام ده هم احنا هنا سميناهم ال M لو عندي قعدة بالشكل ده دي B و دي L كويس ففيه عندي هنا مومنت حوالين اللي هو ال L ده المسافة L وفيه مومنت تاني هنا حوالين مين العرض به كويس او عايز سميه M Y و M X مفيش اي مشكلة في الحالة دي هتجيب اكسنتريستي مرتين يعني عشان ده باي اكسي المومنت فيه M B و M L هتجيب ال E L عبارة عن ال M B على ال B لو انت عندك ال B هنا موجود في النص فهتجيب مين ها E L ال E اللي في اتجاه L ال E في اتجاه L دي هبتدي اشتغل بمين بال M B M B على ال B و ال E B بتسوي ال M L على مين على ال B يبقى ال B داش بتسوي ايه ال B داش بتسوي B مقص 2 E B وال L داش بتسوي L مقص 2 مين يبقى انا مش هتكلم على ال B ولا هتكلم على ال L لا ده انا هتكلم على ال B داش وال L داش فواحد يسألني يقول لي طب هنا B داش فين ال L داش انا مش شايف تأثير L داش خالص اقول لك لا فاكر اللمضة C واللمضة Q واللمضة γاما مش كانت بتعتمد على لو تفتكر القانون بتاعها كان عبارة عن ايه واحد زائد point 3 في مين ها الكلام ده في مين في ال B على L لا مش B بقى على L لا ده بقى بي داش على مين على ال L داش ونفس الكلام واحد ما قص مين point 3 في مين في B داش على ال L داش مفيش بقى حاجة اسمها ال B على ال L مع ملاحظة بس تخلي بالك منها ان الكلام ده عشان تجيب ال Q ultimate وQ ultimate net وQ net safe وخلافه لكن لو عايز اجيب الاستريسيس بتاع العمود نفسه الاستريسيس بيساوي أصلا ال P على ال area ده في حالة مين في حالة انه هو الحمل centric لكن لو عندي الحمل pi axial او حمل عادي حمل moment في اتجاه واحد هقوله ما تنفعش ان ال B V على ايه بس ده انت لازم تقولي زائد او ناقص ها MX في Y على IX ها زائد او ناقص MY في X على مين على IY ده عشان ده الاستريسيس بتاع الصويد هنا تشتغل بمين بالB والA والL ما تشتغلش بالB داش والL داش طيب بنجيب السيجما ديت مفروض ان ال Q ultimate net تكون مالها اكبر من السيجما net اللي انت بتجيبها بعد ايه بفاكتور of safety بفاكتور of safety ده بيساوي مين قلنا ultimate net على السيجما net لازم تكون اكبر من مين من ثلاثة عشان اقول ان ده ماله ان دوت save وبكده يبقى احنا خدنا تأثير الاكسنتريستي واحنا بنحسب الbearing capacity بتاعت الصويل بطريقة مبسطة شكرا